ماتشين الدوري ولسه هنشوف ماتش الوداد وضع طبعا صعب جدا بالنسبة للأهلي في المرحلة الحالية محمد الشناوي مش واضحة الأمور بنسبة 100% علي لطفي مش واضحة الأمور بنسبة 100% وبالتالي مصطفى شوبير بديل البديل اللي مبارح شارك في آخر تقريبا ربع ساعة من مباراة الأهلي مع امبي اللي كسبها الأهلي بهدفين هو اللي ممكن يلعب مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا لو سألت مصطفى شوبير دلوقتي جاهز للنهائي هيقولك نهائي إيه؟ أنا بلعب أول مباراة في الموسم قدام امبي كبديل وبالتالي أنا تركيزي الأساسي منصب على طلاقع الجيش وسيراميكا كليوباترا لأن أنا نفسي عندي تحدي وعندي مسئولية فريق بيلعب ماتشين محليين ممكن يحسمولوا الدوري بنسبة كبيرة إذا فاز بهم وبالتالي أنا عندي مسئولية حماية عارين فريق وعندي في نفس الوقت رسائل طمأنة للجمهور أن ما تقلقوش مركز الحراسة مش في خطر إذا غاب الأول وإذا غاب الثاني وهو بالنسبة له فرصة برضو شخصية أنه جاي له فرصة أنه يشارك وجاي من بعيد يعني على مستوى أول وثاني ظروف صعبة لكن اللي بيرجبني في مصطفى شوبيت دايما الصلابة الزهنية أنه هو مركز ومستنى الفرصة وأظهر أداء جيدا جدا لما شارك سواء في نهايات الموسم الماضي أو لما شارك قبل كده برضو في منتصف الموسم الماضي وبالتالي على فكرة حمزة علاء مصاب هو كمان إصابة على مستوى الركبة الغضروف وبالتالي بديل مصطفى شوبيت في الماتش اللي جاي هيكون مصطفى مخلوف اللي كان موجود مع الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية على مستوى البعثة اللي تواجدت في المغرب خلال المنديال الماضي على مستوى الأندية إن شاء الله الأربعة يرجعوا بالسلامة لكن هو يعني بتبقى قصة غير يعني عدم موجود حظ بالنسبة الواحد زي علي لطفي لعب ماتش التراجي كاملا وأظهر يعني أداءا جيدا لكن هو ده كالعادي يعني بيطرح التساؤلات على أنه إيه أسباب الإصابات اللي بتيجي للاعب ما بيشاركش كتير أو أنه كان لسه لعب مباراة وبيلعب مباراة بعدها بأيام فيتعرض لإصابة أحيانا بتكون قدرية وأحيانا بتكون أحمال وأحيانا بتكون أسباب نفسية البعض بيقول طيب على مستوى الغيابات سريعا نقول لكم أن حسين الشحات بيتواصل غيابه عن مواجهة الأهلي أمام طلاق على الجيش بسبب شد في السمانة غياب عمران النهاردة